اخر شيء وبعتقد هاي يمكن رسالة لكل المشاهدين ويمكن بالأخص الشباب اللي بيشاهدونا هاي رسالة كتير كتير مهمة إلك من كلمة الله في الكتاب المقدس وهي آية مباشرة من سفر الجامعة بقول الكتاب أذكر خالقك في أيام شبابك أذكر خالقك في أيام شبابك وكملت وبقول وإلا سوف تذكره قبل فوات الأوان بعد فوات الأوان ولا ستذكره بعد فوات الفرصة الزهبية أنت شاب لا تقول أنا شاب صغير وأمامي العمر طويل أنا ياما في حياتي شفت شباب ماتوا وقال له الحسن بعد كده تكبر وتبقى عجوص ومتعرفش التوب ممكن يبقى خلاص يعني ضعت الفرصة أو ينكسر تنكسر الجر على العين وينصح بكوز الزهب يعني تموت يبقى المفروض أنه قرار التوبة وإني أذكر خالقي ويبقى هو إلهي وأتوب توبة حقيقية وأقبل المسيح مخلص وفادي لحياتي وأخذ الفيزا السماوية والجنسية السماوية الموضوع ده ينفع فيه التأجيل طبعا لا لعدة أسباب السبب الأول قد تنتهي حياتي وده مش كلامه عز قد تنتهي حياتي في أي لحظة أنا حضرتك يعني مرة ووقف على المنبر في مصر وأقول أنت مش ضا من عمرك قد تنتهي حياتك في أي لحظة راح واحد مات وأنا بأو عز طبعا مش أنا لم أودت حضرتك أنا لم أودته أنا مالا هو جه أجل جدا والناس طبعا تأصلوا جدا 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 أهم مات وأنا بوعظ فقلت عجبتني حكاية دي لأن أثرت في الناس ورحت بالتاني وقلت أنت مش ضا من عمرك راح ما حدش مات أنا كنت قلت يا رب تزبط يعني زي ما دي كفال للصار ما زبطتش فقلت قد تنتهي حياتي الإنسان في أي لحظة أو أحيانا كتير أخي نزار وحدثك عارف أن الواحد لما بيسمع مرة واثنين وثلاثة وعشرة وبعدين ما يتوبش قلبه يتقص قلبه يتقص وبعدين طب أسيت قلبي وما ذكرتش خليقي في أيام شبابي وانتهت حياتي نيجي لإنجيل لوقة أصحاح 16 لما قصة الغني والعازر قصة الغني والعازر تذكر هناك بس تذكر بعد فوات الفرصة بعد فوات الفرصة الزحبية طبعا القصة بتحكي عن اتنين واحد كان غني وناس ربنا جدا وكان عند باب بيته واحد اسمه العازر اسمه العازر البلاية يشتهي أن يأكل من الفتاة الساقط من مائدة الغني والغني ما تدهوش كانت الكلاب تأتي وتلحظ قروحه وبعدين العازر ده كان شخص مؤمن بعدين واحد فيهم مات الأول مين اللي مات الأول؟ المسكين العازر أقول السببين ربنا نمره واحد عايز يريح العازر نمره اتنين عايز يدي عبرة ووعظة للغني يقول له أنت هتموت أنت مش هتقبت في الأرض هتموت هو المخدش لباله وعاش في الخطيئة ومات الغني أيضا ودفن ورفع عينيه في الهاوية في العذاب قال يا أب إبراهيم ارحمني قال له فيش رحمه بعد الموت قال له طب افسر العازر مش بكبات مية يابل للطرف أطبيعه بماء يبرد لثاني لأني معذب في هذا اللهيب قال له أذكر بس أذكر قال له ما أنا مش ناسي ده أنا متذكر كل حاجة قال له أذكر آية 25 لقى 16 آية 25 قال إبراهيم يا ابني أذكر أنك استوفيت خياراتك في حياتك وكذلك العازر استوفى البلايا والآن هو يتعزى آه وأنت تتعزى يبقى أذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تذكره بعد فوات الفرصة الزهبية حتذكر وحتذكر ذكرت في أيام شبابك قبل أن تنتهي حياتك خدت فيست السماء خدت جنسية سموية بقيت واحد من أولاد الله بقيت راح السماء ما لم يكن الأمر كذلك ستذكر أنك استوفيت خياراتك في حياتك وكذلك العازر استوفى البلايا والآن هو يتعزى وأنت تتعزى تذكر يعني أنا لا أتمنى أن حد المشاهدين يتحط في هذا الموقف في الجحيم الخاطح يتذكر كله أعظم سمحها كل فرصة أتيحت لي كل مرة شاف واحد فيها مؤمن ومارديش يسمع كلام عذاب الذاكرة أذكر أنك استوفيت فإذن هي دعوة للتوب قبل فوات الأوان قبل فوات الفرصة الزهبية أذكر خالقك في أيام شبابك وإلا سوف تذكره بعد فوات الفرصة الزهبية